عايزين نعالج الHIV اللي هو الهيومان اميونو ديفيشنسي فيروس تعرفوا الفيروس ده بيدرب جهاز المناعة وسيطر على جسمنا ليه؟ لانه صخرة يعني روك بيمسك وبيعمل فيوجن مع الاميون سيستيم وبعد كده بيعمل انتجريشن أو تداخل بين المادة الورسية بتاعته وبتاعت الجسم واخر حاجة بيدخل في مرحلة الانتشار والتكاثر في الجسم كله عن طريق البروتييز انزايم اللي بيعمل سل ديفيجن ومساعدة برضو الريفيرز ريبتيز انزايم اللي بيعمل نسخ للمادة الورسية زي ما انتوا عارفين طيب كده عرفنا ازاي الفيروس ده بيدرب لنا جهاز المناعة تعالوا بقى نشوف ازاي هنتخلص منه المهم في الموضوع ده ازاي نحفظ عسامي الادوية والميكانيزم وفاكشن بتاع كل دواء هي عسامي الادوية تحسوها صعبة شوية بس احنا ان شاء الله هنسهيلها على بعض اول حاجة عن طريق اني امنع الفيوجن بدواء اسمه مارافي روك يبا الدواء اللي اخره روك بيمنع الايه بيمنع الفيوجن اوفزا روك اللي هو المارافي روك حلو حلو تاني حاجة امنع التداخل بين المادة الورسية للفيروس والانسان عن طريق اني امنع الايه امنع الانتجريز انزايم بدواء اسمه رالتيجرافير لو خدتوا بالكوا هتلاقوا المقطع اللي في النص تيج وتيج هتفكرنا ان الميكانيزم وفاكشن بتاع الدواء ده انتجريز انهيبتور يبا لو سألك الميكانيزم وفاكشن اوفرالتيجرافير هتفتكر من المقطع اللي هو تيج انه هو انتجريز انهيبتور حلو حلو طيب بعد كده معانا الادوية اللي بتمنع البروتياز طيب هنحفظهم مع بعض ازاي عشان نحفظهم بسهولة عايزك تعرف معايا ان البروتياز مكونة من مقطعين مقطع برو ومقطع تييز برو يعني اخ برو يعني ايه يعني اخ وتييز ترجمتها بالانجليزي يعني يغيز يبقى ترجمة بتاعت تييز اللغة الانجليزية يعني يغيز وفي حكمة كده بتقولك يعني اوعي تغيز اخوك معناه الكلام ده معناه ان الادوية اللي بتمنع البروتياز انزايم مين هما هما الاتازا نافير قلوه بنافير قريتو نافير وتالي انتوا فهمتوا انا اقصدية يعني لو سألك الميكانيزم وفي اكشن وفي اتازا نافير اللي هو اول دواء عندك نافير دي هتفكرك به بالحكمة اللي بتقولك يعني اوعي تييز اخوك واخر حاجة معنا الادوية اللي بتمنع النسخ يعني بتمنع الريفيرز ترانسكريبتيز انزايم ودول بقسمهم الى اما نال نيوكلو 텔�ially روفيرز ترانسكريبتيز انhoeبتور او نيوكلو أسايد ريفيرز ترانسكريبتيز انhoeبتور طيب تعنوا نشوف اول مجموعة معنا اللي هما الان هن اي ار تي اي دولoo авبارة عن دويين الايفا فيرينت والايترا فيرينت لو خدته بالكم هتلاقوا المقطع اللي في النص فير المقطع اللي في النص هي فير فير انت يبقى الادوية اللي المقطع اللي في النص فيها فير بتمنع الان هن هن ار تي اي حلو حلو. وبقية الادوية تشتغل على ايه? على اخر حاجة معي اللي هي اللي هما زيدوا في الدين ولامي في الدين وديدة نزين او ديدا نصين عشان تحفظوها بسهولة. بحفظوا لهم زيدوا في الدين ولامي في الدين وديدة ايه? ديدا نصين عشان الادوية ما تبقاش نطاها صعبة عليكم. ده ببساطة كده سامي الادوية وبتالي انتم فهمتوا يعني الفكرة اللي عايز اوصلها لكم. والميكانيزم بتاع كل ده او. تعالوا بقى انا اقول لكم كده بسرعة بتاعت الادوية دي. تعني ابدأ بتاعت البروتيز انهيبتر. لو خدتوا بالكوا في تاني دوة معانا في البروتيز انهيبتر اللي هو اللوبي اللوبي دي هتفكرنا بالليبت. يبقى هو بيعمل لي ليبو ديستروفي. يعني افتكرة من ايه? لوبي يعني ليبو ديستروفي. والدواء اللي اسمه ريتو اراي هتفكرنا بانسولين ريزيستنت. يعني بيعمل ليه? بيخلي الانسولين ما يشتغلش فيعمل لي هايبر جليسيميا. بالاضافة للسايد فكت اللي بنكتبها في ايه ادوية اللي هم الان في دي. طيب. بعد كده الادوية اللي هي مجموعة الان ان ارتي اي. قلنا المكتع اللي في النص فيه مكتع فير. وفير ده هيفكرنا بليفر. وليفر يعني هيعمل ليه? هيعمل لي هباتو توكسيسيتي وراش. ده ببساطة كده بتاعت النون يوكلي سايد ريفيرس رنكسريبتيز انهيبتر. واخر حاجة معنا اللي هي مجموعة الان ار تي اي بتضرب لي العضب وبتضرب للأعصاب يعني بتعمل لي بون مانوت بريشم وبريفرن بالاضافة ان هي بتعمل لي لو بتاخدوا بالكم معي الدول اللي اسمه لامي اول حاجة فيه اللي ايه? وإيه يعني ده بنسبة للسايد فكت بتاعتهم بسهولة. ولو سألنا اسوال كده مين الادوية اللي ممنوعة في ومين لأ? اللي ممنوع في اللي فيه اللي هي النون نيكليوسايد. اما اللي زيده في الدين اللي هو نيكليوسايد بس مش ممنوع في البريجنانسي يعني ممكن اخده في البريجنانسي عادي. ده بسرعة كده الفكرة عامة عن علاج الاتش اي في والميكانيز موفاكشن بتاع كل دوة والسايد فكت ببساطة بدون اي تعمق.